في الدرس هذا رح نشوف كيف نركب برنامج الإكليبس برنامج الإكليبس هو بكل بساطة برنامج اللي رح تستخدمه عشان تكتب فيه برامج كالخاصة بالجافة زي ما أنك تستخدم برنامج Microsoft Word عشان تكتب فيه وثائق أو documents حنا هنا ما رح نستخدم Microsoft Word عشان نكتب البرامج وإنما رح نستخدم برنامج إكليبس كيف نركب كيف ننزل برنامج إكليبس روح ابحث في جوجل عن إكليبس بعد كذا روح الإكليبس داولود هذا الموقع طبعا حق إكليبس رح تلاحظ أنه النسخة الموجودة حاليا إكليبس أكسجين 4.7.2 زي ما الآيفون فيه إصدارات إصدارة 6 أو 7 أو 8 عندنا هنا في الإكليبس في إصدارات الإصدارة الموجودة وأنا أسجل الفيديو هي الإصدارة 4.7 ممكن أنت لما تشوف الفيديو في وقتك في المستقبل تكون الإصدارة أحدث من 4.5 أو 6 نزل أنت آخر إصدارة تشوفها قدامك أنا هنا عندي ويندوز فإذاك رح نزل إصدارة الخاصة بويندوز تنزل 64 بيت أو 32 بيت طبعا شرحتنا في الدرسة السابق كيف تعرف جهازك هلو 64 أو 32 بيت معظم الأجهزة طبعا 64 وأنا جهازي 64 فإذاك رح أنزل 64 بيت طبعا أنا نزلت مسبقا قبل تسجيل الفيديو البرنامج الإكليبس وهذا هو عندي الآن جاهز ونازل حجمه تقريبا حوالي 64 ميجا خلو الآن نركب البرنامج نضغط هنا على البرنامج لما نزل حتى نفتح الإنستوليشن حق الإكليبس طبعا ننتظر الإنستوليشن الإكليبس البرنامج اللي إنستولي الإكليبس يشتغل حنا رح ننزل هنا إيش اللي رح ننزل ورح ننزل الجابا الإكليبس IDE for Java Developers تمام فنختار الإكليبس IDE for Java Developers بعد كده نقول إنستول ننتظر طبعا عشان نسوي إنستوليشن للإكليبس حنا عندنا بيئتين رح نركبهم غير الجابا حنركبنا مرة اللي راحت الجابا رح ركب بيئتين رح نركب بيئت إكليبس اللي هي لتطوير برامج الجابا بشكل عام بغض النظرها الآن تطور أندرويد أو تطور حاجة ثاني بس بيئت إكليبس عشان تكتب فيها برامج جافة وراح إن شاء الله أيضا نركب الأندرويد ستوديو الأندرويد ستوديو هو بيئة خاصة بتطوير تطبيقات الأندرويد واثناء الدروس القادمة إن شاء الله رح تكون الدروس الجافة بشكل عام اللي ندرسكم في أساسيات لغة جافة واساسيات البرمجة رح تكون على بيئات إكليبس بينما الدروس الخاصة بالأندرويد خصوصا راح تكون إن شاء الله على تركيبة أو راح تكون الدروس هذه تشتغلونها على الأندرويد ستوديو فطبعا الأندرويد ستوديو أكبر من الإكليبس وأعقد شوي وحجمه أيضا أكبر بكثير فمن طبيعة البرامج اللي ينطورها من خلال الأندرويد ستوديو هي طبعا تطبيقات أعقد وأكبر وأضخم من طبيعة البرامج البسيطة اللي ينطورها في الإكليبس طبعا هذا ما الإكليبس نفسه يستخدم لتطوير أنواع أخرى من البرامج بعد تركيب إضافات معينة البرامج الخاصة بالشركات الكبيرة في كثير من الشركات تستخدم إكليبس بعد تركيب إضافات على الإكليبس حتى نطور فيها برامجها الانتبرايز أبليكيشن طيب الإكليبس الحين الحمد لله نزل وجاهز نقول له لونش عشان نشغل الإكليبس طبعا عندنا حين إكليبس أوكسيجين اللي وإصدارة في ديسمبر 2017 هذه آخر إصدارة موجودة ممكن أن تكون عندك إصدارة أحدث وما أعرف إيش بيسمونها والإكليبس آخر يقول لك كون تبغى برامجك أنت كون تبغى تخزن زينا نحن نخليها في المكان الافتراضي ممكن تغير أنت المكان هذا وانت تقول هنا تقول خلاص تخدم المكان هذا على العد تسألني بعدين تسوي لونش الآن للإكليبس والحمد لله برنامج إكليبس شغال قدامك الآن نقدر نبدأ نعدي شاشة ترحيبية هذه ونقدر نبدأ الآن ببناء برامجنا الجافة ونرى إن شاء الله شيئ هذا في الدروس القادمة